وجهت وزارة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المقطع فيديو حيث أشرت الاستغاثة إلى وجود طفلين وسيدة بلا مأوى بمنطقة الدق محافظة الجيزة وسط تساقط الأمطار وسوء حالة الجو وبالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وإدارة المرأة بالوزارة تم إدعو السيدة وأطفالها بمركز استضافة وتوجيه المرأة بمنطقة السادس من أكتوبر وتنفذ الوزارة برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلا مأوى في 14 محافظة ومن خلال 17 وحدة متنقلة تجوب مختلف المحافظات